يا جماعة إحنا مش كنا خلصنا من القصة دي بقلنا 12 سيشاً نفس المشكلة هي هي ما تركزوا بقى في المهمة بتعايدكم انقصوا لنا الكوكب يا دكتور خلاصة للي ببعتش طيقة كل يوم بسح على خلقته كل يوم شخير كل يوم فانيلا بشكل زي من حضرتك شايف كده قولي عامل ايه؟ تعبت؟ خلاص يا أختي روح لأمك أمك؟ والدتك حلوة الصيغة دي أهو اتفرج يا دكتور كل ما يتزنع يقول لي روح لأمي عشانه عارف اني مش عارف أروح لها قولي يا أختي مش هتعرف ما انت بتعرف اتنكد علي كل يوم ما عشان المسافة 140 مليون ميل يا جاهل إحنا على المريخ وهي على الأرض أروح لها أزان ما هو ده سبب أكبر ان انت تبقى متفاهمين يا أخي ما أصلي عن نبي انت في غربة ملكمش خير بعض حلو اهو الراجل لا يعرفني ولا يعرفك قديك قلتها يا دكتور غربة غربة يعني الست تاخد بالها من جزهة مش كده يا دكتور طبعا طب يردك يا دكتور تقولي انت راجل ما عندكش جذبية يا كده ما هي تقصدش انت هي أصدها ان الفضاء ما فيهوش جذبية لا أقصده هو شايف zero charisma شايف اللبس المعارف اللي هو لابسه لابس لي فانيلا طول لييل والنهار ده ما عم زراء الفضاء يعني انت اللي مونيكا بلوتش بالأمطة اللي انت عمتها دي ايه؟ اه ساعة من ساعة ست ساعة تنظيف ولما هو داخل نفسي يقولي ايه الفضاء اللي انت فيه ده؟ يا مدام فاتن اكيد مش ها أصده عليك انت هو أصده الفضاء اللي حضيك فيه اه النجوم الكواكب الحاجات دي يعني لا أصده عليها ايه؟ دي ست فضاء ودماغها فضاء دول النهار والليلت في الرجل على مسلسلات وتكلم ساحباتها وينموا مع بعض على التليفون ده اسمه فضاء ده ايدي يا جماعة؟ لا ده كواكب هيضرب الأرض كمان مصايا مصايا؟ سامع المصطلحات والنبل معاه سواء تريلا مش وقته يا فاتن الكلام ده في جنج فيه كواكب هيضرب الأرض كمان نص ساعة؟ لا لا الحمد لله ظنوا قداموا بتاع رمعايا ايه؟ قالا رمعايا ألف مبروك التريلا استفادتي يقولي يا سيء أحمد أعمل لك شيء عميبتي متحرمش مني يا جماعة شيء مش وقت ادماغ اتصرفوا الأرض هتنتعي ما قولك العلمت نعموا يا أخي يا جماعة مش وقته هنموت يا دكتور رمضت فيها خلاص يا رجل احتشي بقى انت قدر نهضور هلا فكرا بدلا مخصصاك يا أب بجنة يا جماعة مش وقت مح نباين ما يحصل يا فاتن هلا فكرا البدلا مخصصاك يا أب ملاحظة الجناب دخلت شوية لا انت بس اللي عنك حلوة فبتشوفي الناس حلوة أعزائي المشاهدين السلام عليكم وبركاته أهلا بكم في حلقة دين جديدة من برنامج الدحية عزيزي نتخيل معايا تنج ضخم مليان وقود قول نهلك تعالى نحطك في الكابسولة الصغيرة ونلزأت في هذا التنج اللي مليان وقود هنربط الكابسولة الصغيرة دي في التنج ونولع التنج يا أبو حمد يخرب بيتك هتعمل ايه؟ حال يا عزيزي ان احنا هنغلع في التنج عشان نبعاتك لمكان البشر عمرهم ما رحوا قبل كده هتوافق يا عزيزي؟ لا طبعا أنا بقى أحمر عشان كده عزيزي بقى خلينا نعرفك على أول رائد فضاء في التاريخ شوف ناس عدية بقى الرائد السوفيتي يوري جاجارين يوم 12 إبريل سنة 1961 انطلق يوري جاجارين على متن ساروخ فوستقوان لتصبح عزيزي المرة الأولى لإنسان في التاريخ أن يصعد إلى الفضاء مفيش بني آدم طلع الفضاء قبل هذا الرجل قبل 1961 قد تظن يا عزيزي إن ده إنجاز بشري عظيم والحقيقة إن هو كذلك ولكنه أيضا إنجاز سايكولوجي ولما النفسي عزيزي انبهروا بأزير رهلة فكر فيها إحنا هنربوطك في كابسولة مربوطة بساروخ وقود ونار بتطلع فوق ولما توصل على طرف الكوكب تطلع بره الفضاء تخلد لك كم لفة حوليني الكوكب وأول ما ترجع تقوليني حاسد بإيه كان هناك تخوفات إن في حاجة تحصل تأثر على قوال عقلية أنت بتبعت شخص المكان مفيش بني آدم راح قبل كده لدرجة إن كان في اختراح إنه هم يعطلوا أي طريق التحكم يدوي جوال مركب عشان لو يرجى جارين الجنن اللي قدر الله يبقى أي تصرف مجنون هيعمله ما يدارش ينفزه وكان هنا سؤال طبعاً لو التواصل القطع معاه هو كده هيقدر يتحكم في المركبة إزاي؟ والإختراح كان إن هم يدونه ظرف في كلمة سر كلمة السر دي هي اللي هتفتح له قدرته على التحكم اليلوي في المركبة بشرط إنه ما يفتحوش غير لما التواصل يطلع عنه مع الأرض الحقيق يا عزيزي إنه ما حصلش يوري عاش المغامرة كاملة وتعرض لشيء فريد من نوع المايكروغرافيتي أو إنعدام الجاذبية يوري جارين لأول مرة حس إنه ملوش وازد دي حاجة عمر بأي بشري من المئة مليار بشري اللي عاشوا على هذا الكوكب محس بيها تخيل أنت أول واحد من نوع ياخد هذه التجربة من غير ما يجرب فغرة الفريفول من غير ما ينتهي بيه الأمر إنه يلمس الأرض بسرعة كبيرة طول حمرنا كبشر متعودين للجاذبية بتشدينها لتحت فحالته جاذبية الأرض اختفت كأنها مش موجودة خالص ألا أنا بتلغبت يا محمد إزاي هو كان متعرض لجاذبية الأرض بأنه بيلف حواليها ولكن ما فيش حاجة بتشده يا عزيزي الموضوع ليس مجرد جاذبية الأرض لما بنطلق أي جسم الفضاء بيكون عن طريق ساروخ سرعته عالية جدا لحد ما الساروخ ده يوصل لارتفاع كبير ويعدي مسافة 300 كم ساعتها المركبة الفضائية دي هتبطل ترتفع وبتبدأ بعد 300 كم تقع على كوكب الأرض ولكن لأنها بتتحرك هي كمان حوالي الأرض وبتقع فمع سرعتها العالية بتفلت كل مرة فتبقى عمالة بتقع على الأرض بس عشان هي عالية بتقع كده فتقع كده فتقع كده ده يا عزيزي بيكون عبارة عن وقوع مستمرة حوالي الأرض تفضل المركبة تشكل كده حوالي الأرض لما بتحصل هذه الحالة بيبقى كأنك لكن في أسانسير الأسانسير حباله تقعك فهو بيقع ويخش في حالة اسمها السقوط الحر أنت جوه الأسانسير اللي بيقصد السقوط الحر ده بدأت تطير جواه وبدل ما تفضل بتقع بالأسانسير روحت متحرك بسرعة براء الأسانسير وهربت من إنك تقع على الأرض لو ده حصل فأنت هتفضل في حالة السقوط الحر دي مش هتحس بوازنك خالص وهو ده اللي حصل ليوري وقت رحلة يوري جي جارين ظهر تفاؤلات كتير ظهرت ده إن الجسم بتاع الإنسان ده يتعرض للإعدام الجاذبية الفري فول المستمر هل ده ممكن يؤثر على جسمه أو عن نفسيته هل أعضاء جسم يوري جي جارين هتشتغل بنفس الكفاءة لها يا عزيزي من رحلة يوري جي جارين جات مغرد محطة أولى في رحلة طويلة جدا للبحث عنها سيهي الإجابات من خلال تجاربنا في الفضاء أجيب يا عزيزي النوتشات الرحلة وأجي لك على طول يوم 12 سبتمبر 1962 صالح الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي ويل ويتشوز تو جو تو دامون لون بكوز إتس إيزي بكوز إتس هارد طب ليه التعجيز ده قال لهم ادوني 8 سنين من دلوقتي وأنا هكون طلعت على الأمر طب ولو خيشت وادوني ورا الشمس هبقى فاهم كينيدي كان بيقول إن ده حيكون رد على الاتحاد السوفيتي لما طلع يوري ججالين الفضاء خلينا أقول لك يا عزيزي إن كان فيه مشكلة مهمة جدا لازم تفكر فيها لو عايز تطلع الإنسان على الأمر إيه يا أبو حميد إن إنت تعمل ساروخي يطلع على الأمر لا يا عزيزي إلحاء يا عزيزي إن الصعب مش إننا نروح الأمر الصعب إننا نرجع من الأمر لدرجة إن بعد المتخصصين وقتها عرضوا اختراح إن هم يبعتوا رائد فضاء ويسيبوه ناك لحد ما يلاقوا طريعة يرجعونه خليك إنت هنكحنا نظبط ونكلمك تخليل يا عزيزي تصحن النوم تلاقي نفسك على الأمر أقرب إنسان يبعد عنك 300 ألف كيلومتر متخلحة للعزلة وبيقولوا لك هنظبط ونكلمك إن شاء الله هنبقى نشوف طريقة نرجعن بها طبعا يا عزيزي إنت ممكن تسمع هذا الكلام وتضحك ولكن ولماء النفس لما يجوا يفكروا في النوع ده من العزلة لقوا إن ممكن يتسبب في ظاهرة اسمها البريك أوي إفكت أو إيرث أوتو فيو فنومن الأرض خارج مرمن بصر إنت بشايف الكوكب بتاعك رواد الفضاء كده ممكن يحسوا بالخوف والإنزال لبعدهم عن الأرض وده ممكن يخليهم يتصرفوا بشكل غير متوقع ومن عارف؟ يمكن يرفضوا ويتعاونوا مع غرف التحكم اللي موجودة على الأرض ويعرضوا نفسهم أو الرحلة للخطر الحمد لله اقتراح ترك رائد الفضاء على الأمر اترفض إزاي نعتبر رحلة انتصار ورائد الفضاء لسه معجعش عشان كده المهندسين صمموا مهمة في غاية الدقة هتفهى إنها تطلع ثلاث رواد فضاء للأمر ويرجعهم أبو الـ 11 كانت المهمة الأصعب في تاريخ الذهاب إلى الفضاء على صاروخ باسم ساترن V أو ساترن الخامسة اتحمل على سطح هذا الصاروخ اللونر موديل المركبة القمرية والسيرفيس موديل مركبة الخدمات والكوماند موديل اللي كان رواد الفضاء فيه أغلب الرحلة ولما وسط المركبة ده مدارها حوالين الأمر راح نيل أرمسترونج وباز ألدرن جوه اللونر موديل وفضل مايكل كولينز جوه الكوماند موديل وقام نفصل الكوماند موديل عن اللونر موديل وهبت أرمسترونج وألدرن على سطح الأمر ده عزيزي كان واحد من أعظم إنجازات البشرية أول بني أدمين يخطو خطوات على الأمر مضحك طبعاً يا عزيزي إن إحنا نعرف أرمسترونج ما نعرفش ألدرن عشان أرمسترونج بيعرفش بقى أداله كدف سبق بخطوة نفسي عرف تفاصيل تاريخ هذه القصة قاله شيك على المحابس وغفله ونزل هو عشان يبقاه هو أول إنسان بدي بيس سهلة دي برضو ممي عزيزي التنين دول فضلوا على سطح الأمر 21 ساعة بيتعرضوا لصدس جاذبية الأرض هنا طبعاً ممكن تفتكن للمشكلة أكيد هتتخيل إن وزنهم خفيف جداً وممكن يرطوا أي نطة لمسافات طويلة حيبوا كلهم لبرون جيمس ويمكن كمان يواجهوا صعوبة في التحكم في حركتهم ولكن الحقيقة إن الموضوع ده كان في مصلحتهم لأن بدلتهم وزنها بيعدي 96 كيلو فخلي الإعدام الجاذبية يشيل معانا شوية خلينا أقول لك إن لو كان الأمر جاذبيته زي الأرض كانت تبقى مهمة مستحيلة الموضوع كان عامل كده زي بتشيل أخوك في المياه فعارف يبقى خفيف كده وبتشيل أو تشيل أبوك في المياه بس على الأرض سعى بتشيل حد فيه بعد ما خلصوا إلى 21 ساعة رجبوا اللون الموضوع وقامت اللون الموضوع دي رطف الكماندا موضوع تشك تشك وعادوا إلى كوكب الأرض فيه سلام وتحققت المعجزة بالنسبة لشعور الإنعزال ورفض التعاون فلا ما حصلش بابول 11 ولا أي مهمة تانية لحد الوقت جاهز علماء النفس كان قلقهم مبالغ فيه شوية أو الإنسان طلع جميل لأكتر مما يتوقعه الإنسان الآخر قال لك إيه ده الله كامل عالم جميل من غير من قدمين إنسان غريب عايز يسألني أنا عارف يقعد لوحده بعايز ناس يقعد مع ناسي بعايز يبقى لوحده وهو أصلا الناس مش طيقه رائد الفضاء الروسي السابق سيرجي كيركاليف قال إنه قلق النفس في فترة انتشار خطوط القطارات كانوا قلقانين إن الركاب وهم رجبين القطر لما يشوفوا الشجر ماشي بسرعة جنبهم يقلقوا من المنظر ويخافوا ويتجننوا وقترحوا كمان إنه هما يبنوا أصوار بطول الطريق جنب القطر طبعا عزيز مش محتاجه ولكن ده ما حصلش ومحدش الجنن ولا حاجة والركاب رغم كل الدوشة والمناظر المقلئة بيناموا بسوا علماء النفس لازم يفكروا في الحاجات دي ويقلقوا وده بيتكرر مع كل تجربة جديدة للبشر هل في ظروف مختلفة الإنسان نفسيته هتختلف؟ هل في تجارب فيسيولوجية وسيكولوجية مختلفة؟ سيكولوجية الإنسان وفيسيولوجية الإنسان هتتأثر؟ عزيز مشاهد الجميل خلينا أقولك إن الرهان على العنصر البشري رهان خطير ناله أبو حميد العنصر البشري عزيز مشاهد الجميل أنت زي الفل ولكنك غير متوقع مهما صنعنا مركبة ممتازة مش أي حد يطلع بها الفضاء عملية مثلا إن اختيار رائد الفضاء عملية صعبة ومعقدة كل وكالة فضاء لها معاييرها أقول يا أبو حميد هل نفسها اشتغل رائد فضائي من زمان عشان يقولوا سيادة الرائد راح سيادة الرائد ميشي عندك مثلا وكالة الفضاء اليابانية بتختار عشر مرشحين وبتحبسهم لمدة أسبوع في منشأة معزولة بيهابوهم وبيشوفوا مين بيمتلك صفات رائد الفضاء صفات مثلا زي هل هيقدروا يشتغلوا الفريق أو إنهم يكونوا قادة ويقدروا يحلوا النزاعات صفات صعبة تعرفها من الانترفيو يا أبو حميد هي دي الحاجات اللي بيختبروها لنواد الفضاء مش بيختبروا معرفتهم الفيزيائية أو معرفتهم الفضائية ناتسو هيكو إينو الطبيب النفسي اللي مسؤول عن الاختيار بيقول من السهل أن تكون شخص جيد لفترة سيارة ولكن من الصعب أن تكون شخص جيد لفترة طويلة بتقعد مع قريبة في زيارة عائلية بتزوء الساعة لكن تخيل اللي اتحبست معهم في الكابسولة لثلاث سنين هتولعه في بعض ويدي رحلة فضائية مكلفة تقعد بقى تتخنقولي وده يتقمس من ده وده مش هعمل الشغل الفلاني ولأ أنا عملته المرة دي انت عمله المرة الجاية في الأسبوع ده بيعرضوهم لاختبارات غريبة مثلاً بيطلوبوا منهم إنهم يطبوا ألف ورقة أوريجامي على شكر طائر ويربطوهم بالترتيب في خلط طويل ويحبونا اللي مش فاهم بيدي اختبارات رائد فضاء ولا بيعقبوهم في مدرسة بيعمل لي مية رسمة ويكتب لي بقى لغلطان مية مرة والرقة اللي مش هعمل واجبه هنمده عزيزي الخط اللي مربوط فيه ألف أوريجامي ده بيتبعت في سنديق لأطباء نفسيين عشان يحللوا شكل الأوريجامي وبالتالي يعرفوا مين من المرشحين فضل يقدي بنفس الأداء لما الديدلاء ينقربوا ودغت زاد ومين فيهم اللي زهق وأداءه قال مين استعجل وجودة شغله اتأثرت بالوقت كل دي عوامل حاسمة في اختيار رائد الفضاء لأنهم مع كل مهمة بينفزوها الموضوع بيتحول لمهمات قصيرة وروتينية أحياناً لدرجة الملن خد بالك انت في عايز داية والواحدة كل حاجة ممكن تعملها انت غالباً عملتها وعملتها كتير في مهمة أبولو 17 رائد الفضاء يوجين كيرمن لما سألوه هل حصل لك حاجة طريفة في المهمة بتاعتك بتاعت الأبولو دي قال لهم ولا حاجة كان نايسني بس يجيب معايا كلمات متقطعة أسالي نفسي كمان من الاختبارات اللي كان بتعملها وكالة الفضاء اليابانية ان هم كانوا يعطروا الحمان أو يأخروا ناكل نص ساعة دا كان بيظهر بعض صفات المرشحين اللي مش عايزين يوزروها هل هيئدائي بسرعة وممكن يبقى متنرفس لما حاجة غلط تحصل ولا هيفضل محافظ على هدوءه ويتصرف بحكمة من هنا يقدروا يجسوا نب إيه اللي ممكن يحصل لو الكلام ده حصل على الفضاء لو حصل مشكلة أو حصل عطل أو حصل خلاف رالف هارفي عالم الجيولوجيا في ناسا قال ناسا كتاحيانا تتكلم المرشحين في وقت متأخر وتقول لهم يا جماعة حصل خطأ في التحليل بتاعكم لازم تيجوا تاني يوم ونعمل التحليل من أول وجديد وشوفوا هنا هل هيسيبوا اللي في ايديهم ويروحوا على طول ولا لا آه دي أجل معايا سافح جدا بالنسبة اللي بينام جنبك لأن السابر اللي يتكلم عليه هو الشخير بس آه انت ممكن ما تصبحش راقة فضاء لأنك بتشخر وانت نايل زميلك مش عارف في نامه وانت مشغاله إزاعة صوت العرب طبعا ممكن تتخيل إن قلة النوم حاجة عادية كلنا منسهر ومناخد شوقتنا في النوم ولكن تاني في مكان دايق وفي ناس انت معهم من فترة طويلة مع جدول مزدحم من الشغل قلة النوم ممكن تعمل مشاكل كبيرة تأثر على أدائك في شغلك اللي هو تاني انت في مركبة فضائية تابعت الكيلومترات عن كوكب الأرض بعد اختيار رواد الفضاء بتبدأ عملية تدريب مكسفة تجهزهم للمهمات وأول ما تحدد المهمة بيتمرن على صفت وير مخصص لمحاكاة هذه المهمة وبتدربوا على محاكي الطيران الخاص بناسك لمدة ما تقلش عن 200 ساعة بعدها بيقعدوهم في خزان مياه كبير عشان يتمرنوا على نعدام الجاذبية ستتمرنوا على مكان حلقاتك وليها رد فعلي مختلف معلش يا أبو أحمد نحس أن اليابانين يعني نحسوا كيل الدنيا ما الروس طلع والأمريكان طلع وكان فضلهم السعيدي وعملوا نقطة ناسة يا عزيزي مهمات الفضاء مش كلها نكحة زي الأبول 11 الموضوع في غاية الصعوبة انت محتاج كل حاجة تبقى نكحة 100% ما ينفعش أن أصل نص بتاع التعبير مثلاً مهمة أبول 8 كان بتتكون من 5 مليون و 800 ألف قطعة لو كل القطع اشتغل بكفاءة 99% وتسعة من عشرة فأنت هيبقى قدامك 5800 عطلة أو خطأ ممكن يحصل خلال رحلة طويلة انت محتاج كفاءة 100% لأن غلط واحد ممكن يبقى مكلف جداً للمهمة احنا شوفنا عايزين سواريخ بيتمفجر في الهوا قبل ما تطلع سواريخ إيلون ماسك بتاع سبيس إكس خذوا ثلاث سواريخ يفشلوا عشان يطلعوا واحد ناجح الأصل في الفضاء إن انت بتفشل على أقل فترة من فترات يعني في رحلة قبلو 13 مثلاً اتفاجئ الفريق بانفجار ضغط أثناء رحلته ويررعد الفضاء وقتها جيم لوفل جملته المرعبة المشهورة هيوستن ويهابقى بروبلم الانفجار ده عزيزي كان لتانك المفروض يوفر لهم الأكسوجين المطلوب اللي هيتنفسه بيه طول الرحلة أكسوجينك هواك لو حسن الحص كان هناك أكسوجين يكفيهم لحد ما يرجعهم ولكن المشكلة ليس في غياب الأكسوجين المشكلة ان هوا ما كانوش عارفين يتخلصوا من سري أكسيد الكربون اللي هو فضل يتجمع 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 هيخنوه ولكن الحمد لله يا عزيزي كان هناك تواصل سريع مع الأرض وقدروا حل المشكلة خطوة بخطوة وكل خطوة كانوا بيعملوها كانوا بيتموا حكيتها على الأرض الأول قبل ما هم عملوها فوق ويتأكدوا إنها عاية تنجح لما عملوا تحقيقات عشان الخطأ ده اكتشفوا إن اللي حصل ده مش بسبب خطأ واحد ولكن وراء مجموعة أخطاء حصلت مجتمعاً وتصميم المركبة هو اللي ساعد إنها توصل للكاسة دي والحزن الحز اللي حقوها للأسف طبعاً مش هادي الحلقة دايماً يعني مثلاً في إبريل 1967 اللي تعالي السوفيتي قرر يعمل مناورة فضائية كان فيها الرائد فلاديمير كوماروف اللي هيطلع الفضاء في مركبة اسمها سويس 1 بعدها هيتم إطلاق مركبة سويس 2 وهيكون جواها ثلاث رواد فضاء ولما يوصلوا نفس المدار هيتوصلوا ببعض واسمها دي بقى اتنين من الرواد الفضاء اللي في سويس 2 هيطلعوا يعدوا في الفضاء ويروحوا سويس 1 ويسيبوا زميلهم لوحدهم وتنفاصل المركبتين ويرجعوا للأرض دي عزيزي كانت الخطة بس في مرحلة مهمة لازم ده يحصل قبل الإطلاق وهي إن رواد الفضاء لازم يفحصوا المركبات اللي يستخدموها ورائد الفضاء وقتها اللي كان مسئولي فلاديمير والرائد الاحتياطي يوري جا جارين أيوا عزيزي هو هو الراجل يطلع الفضاء فحصوا أنظمة المركبة ولقوا أكثر من 200 عطل 200 وكانوا هيطلعوا يعملوا لحركة البهلوية دي في الفضاء ها دي كلها قبل ما تطلع أصلاً ولكن طبعاً انت في العادة سوفيتي المؤمة كان لازم تكمل بأي شكل سباق الفضاء خاصة في ظروف الحرب الباردة ما كانش فيه رحمة وبسبب كده تم إطلاق وعينك ما تشوف إلا النور بدأت المشاكل بمشكلة في الألواح الشمسية المركبة ده خل المركبة تفقد نص الطاقة 50% من الطاقة المفروض تشغالها وسبب العطل ده وقفه بقية المهمة وفضل كوملوف لوحده بيحاول يحل المشاكل وكل ما يحل مشكلة يا حبة عيني تطلع على مشكلة تانية وتخلو أنت في فضاء غالة عزيزي تيجي تصلح على بيتك تفتح بؤها مشكلة ورق تانية وفي وسط كل ده وكل المشاكل دي بيحاول يهبط على الأرض كأنك يا عزيزي ماشي على سرعة 200 كيلو على طريق سويس والكاوتش ضارب والفوانيس فصلت وانت مش شايف وبتحاول توصل ومستحيل تركن ولازم توصل وضع صعب كوملوف فدر يوجه المركبة الفضائية عشان تهبط على الأرض وفعلاً يدر يوجهها صح ولكن الأسف يا عزيزي قبل العطل أخير البراشط اللي كان مفروض يفتح لما يهبط بيه ما فتحش والنتيجة كانت أن المركبة خبطت في الأرض وخسر الاتحاد السوفيتي واحد من أهم رواد الفضاء في تاريخه وكانت آخر مشكلة آخر مشكلة البراشط هي اللي عتلته طموح البشر يا عزيزي ما وقفش عند المناورات الخطيرة في الفضاء يوم 19 فبراير 1986 تم الإطلاق محطة الفضاء السوفيتية مير عشان تكون أول مقر للبشر وأول معمل للتجارب العلمية في الفضاء وبراها بالتنافس الشديد لكن دول كتير كان بتبعت روادها لمحطة مير زي فرنسا وإنجلترا وألمانيا والنمسا كلهم شاركوا في أبحاث وتجارب على سطح المحطة ومين بقى وقف من بهيد وهيموت ويتعلم ويدرس هناك اليو اس ايه المنات المتحدة الأمريكية طبعا يا عزيزي أمريكا ما بتهبطش احنا قلنا عن مباردة وأعلنوا إنهم ما نقويين يبنوا محطة الفضاء فريدم واللي خلينا أقول لك فضلت مجرد فكرة بسبب تصميمها الصعب وتكلفتها المرعبة ولكن لحصن حظ أمريكا يعني الاتحاد السوفيتي نغار ففجأة كده ما عادش فيه أي حافز إن إحنا نعمل علمه ونسكش في العالم خلصنا السباق بقى نروح بقى نشوف العراق اللي بيحصل فيها نشوف أفغانستان اللي بيحصل فيها كده نجيب دخلنا ومترولنا والفضاء بقى مع نفسه لكن غير كده بلاش فيه ثانية واحدة أبو حميد يعني فيش محطة فضاء في الحقيقة زي ما قلت لك الولايات المتحدة كانت ناوية تبني محطة الفضاء بتاعتها ولكن الموضوع كان فعلاً صعب عشان كده في يونيو سنة 1992 أمريكا التفق مع روسيا يبنوا محطة فضاء مشتركة ثانية واحدة أبو حميد إزاي الكلام ده حصل ده الحرب البلدة كتت لسه ما برديتش مس بالجدار بريلين سقط 91 تذكر يا عزيزي إن إحنا في عصر جديد عصر ما بعد الاتحاد السوفيتي جربة تشوف بقى بيعمل إعلانات بتزهارت وسنة 1994 بدأ بناء محطة الفضاء الدولية ISS بمشاركة وكالات الفضاء الأمريكية واليابانية والأوروبية والكندية وكمان وكالة فيروس كوزموس الروسية حسوا عزيز تنسيل جامعات خاصة نايس الـ هتصبح عزيز محطة محطة مشتركة لأبحاث الفضاء السلمية خليه أقول لك إن بناء محطة في الفضاء ينفع البشر يعيشوا فيها عملية معقدة جداً الفضاء لما تعرفش يعني مفهوش هوا ومش هينفع تعتمد إن انت تجيب استوالة أكسجين من الأرض لازم إن المحطة تبقى سلف سافيشن معتمدة على نفسها عشان كده لازم فيه أنزمة في إنتج الأكسجين أول نظام كان عن طريق تحليل المية في الكهرباء تمشي طيار كهربي على المية فتخلل الـ يطلع أوتو أكسجين وهيدروجين الأكسجين بناخده نحطه في تانج عشان نتنفس والهيدروجين بيخش في نظام تاني وهو نظام التخلص من ساني أكسيد الكربون اللي زي ما قلنا لو مستوات ساني أكسيد الكربون ارتفعت الرواد هيتخنقه وطبعاً هتحكر ماء الجيل رائق هو يشوفه رائق ما يسيبوش لازم يشغله هنا بقى الهيدروجين اللي تلع لنا ده يتفاعل مع ساني أكسيد الكربون فانطلع مية ما هو ساني أكسيد الكربون ده عبارة عن CO2 هناخد من CO2 الاوتو ونحطها في الاتش فيبقى عندنا اتش اوتو طب والكربون يبقى حمال يقف لوحده يا عزيزي ملك انت بالكربون الله هو صاحبك ركز في الحلقة الهيدروجين هنخش على CO2 يستأذنه في زرات الأكسوجين اللي معاه ويعمل هو بقى الاتش تو اللي بيحبها فالإنسان ياخد أكسوجين يتنفسه ويشرب وينبسط اتش تو والكربون اللي قفزة الكلب الواحد صحيح إنها عملية معقدة ولكنها بتستغل الكل المتاح ولو النظام ده فشل ففيه تنكات أكسوجين احتياطية بتشتغل لحد ما تتحل المشكلة خليدي اقول لك يا عزيزي إن الهوا في الفضاء بيتصرف بشكل مختلف خليدي يا عزيزي أشي راح لك الموضوع فيزيائي حالك أوكبنا الهوا كسافته كل ما تقرب من الأرض بتكون أعلى ولكن لما نرتفعه كسافة الهوا بتقل وبسبب الجاذبية وطبيعة الكوكب بتاعنا ففيه رياح بتقلب الهوا على طول ده مش موجود في محطة الفضاء مفيش راح تيجي تعمل فيه حاجة فالهوا هنا بيتصرف زي السوائل بيتجمع مع بعضه ويعمل فقاعات بس إحنا طبعاً ما بنشوفهاش فاللي ممكن إيحصل هنا إن ممكن تتشكل فقاعة جبيرة شوية بين سانيوكسيد الكربون رائد الفضاء بتاعنا مش هادر يشوفها فيتنفسها فيتخانق يموت مفقوعة عشان كده فيه نظام تهوية ومراوح شغيرة طول اليوم عشان تقلب الهوا ده بيخلي محطة الفضاء الصوت فيها عالي جداً فطلب محمد بالنسبة للهوا المية يوضعها مثلاً البخار والعرق اللي بيطلع من رواد الفضاء بيتم تعقيمه وبيرجعوا الشابو تاني فيه مصداتات طبعاً انت عارفوا بيستخدموهم عشان يرجعوا الشابو تاني أنا عارفه وانت عارفه فمش هنقول محمد مهليش يعني ازاي تحملوا الشابو مية زي دي هني اقول لك يا عزيزي ان غالباً عملية فلترة المية في محطة الفضاء الدولية انضف من انضف فلتر انت تعرف الموضوع حقيس هوري على حسب كلام لين كارتر اللي اشتغل في محطة الفضاء الدولية تحديداً على تقنيات تنقية المية قال ان هما بيعملوا شغلة أفضل وعدة من محطة تنقية المية في أي مدينة في العالم وكمان من وقت للتاني بيبعثوا مية جديدة لمحطة الفضاء الدولية عشان تجد المية الموجودة عن سؤالة محميد بالنسبة للدوش دلوقتي ده مكان ما فيهوش جاذبية المية بتاعت الدوشة لما هتنزل إيه اللي هنزلها؟ ما هو ما فيش جاذبية ولا يا محميد بيكون في الحالة دي الدوش تحت ولا اللي فوقه خلي اقول لك يا عزيزي ان بعد محاولات كتير من اجهتش لعمل نظام الشوار في الفضاء رواد الفضاء حالياً بيستخدموا الكحول أو قماشة مبلولة بصابون عشان ينظفوا نفسهم وعشان يخسروا شعرهم بيستخدموا ووترلس شامبو شامبو مش محتاج مية على النظار فترة شغل في مير وآي أس أس كانت دايماً المهمات للفضاء ما بيقومش بيها شخص واحد وإنما فريق مكون من اثنين أو ثلاث رواد فضاء مش هينفع تروح لوحدك لأن لو حصلت مشكلة وانت هناك وكنت لوحدك محدش هعرف الحق مفيش وينش وهنا بيجي ضرورة وجود طقم كامل لكن ده بيخلق مشكلة ولكنها غير فيزيائية مشكلة سايكولوجية مشكلة لها يا أبو أحمد حد يكره الوانس علماء النفس بيقولوا أنت لما تنعزل مع شخص أكتر من ست أسابيع ده ممكن يفعل موت في الدماغ اسمه الانتاجونيزم العداء الغير عقلاني لو ععدت مع اللق دامك أكتر من شهر ونص هتلاقي نفسك متداق منه من غير أسباب مفيش سبب عقلاني واضح أغلبها أسباب تفهى لذلك أنت ممكن تكره من الشخص قدامك ده بيتنفس ستاة أثمانية سبعة وثمانين انطلق رائدين فضاء لمحطة مير هم يوري رومانينيكو وعليكساندر لافكن في مهمة مدتها 326 يوم واللوقتها ده كان رخم قياسي محطة مير كانت ضيئة وكمان قط النوم بتاعتهم كانت أقرب لكشك التليفونات فتخيرت بقى مع ديء هذه المسافة ممكن أي تصرف يفجر خناقة بينهم ومش أي خناقة دي يا عزيزي دي خناقة على ارتفاع أكثر من 300 كم فوق الأرض يعني صعب كده من حد يحوش بينهم المصيبة الأكبر يا عزيزي لو حد ظهر يحوش بينهم هيبقى إليان طيب أبو حميد أكيد المشكلة دي مش هتحصل في المحطة التانية في محطة الفضاء الدولية لأنها أجدد وأكبر من محطة مير عزيزي الموضوع ما لهش علاقة بالمساحة الصيادين بيفضلوا يصطادوا لوحدهم مع الكناب بتاعتهم عشان لو راح اثنين أو ثلاثة من قدمين ده ممكن يشغل هذه الحالة بتاعت الإرراشونال أنتاجونيزم ده معناه إن المكان مش هو السبب ولكن إحساس إن انت محاصر ومفيش قدامك غير أشخاص معينين والسؤال يا عزيزي هم استحبلوا بعض صحيح المدة دي كلها من غير مشاكل خالص دي جزادي أنا أقولك إن ألكساندر كان بيقول إن يوري أكبر منه في السن والردة وكان هو القائد في هذه المهمة وده سم خط واضح جداً في التعامل مع الأوامر ده بالنسبة لألكساندر فبيوري بقى قائد المهمة ما كانش بتعصب أكيد كان بتحصل حاجات تعصب وهنا يوري كان بيرجع لحل حبقري أي خطأ بيحصل ما كانش بيلوم نفسه ولا يلوم زميله إيه ده 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 جبار ده أبو حبيث زي عملها دي كان دايماً يلوم مركز مرأبة طيران على الأرض اللي تحت دول اللي اللي مش شايفهم هم السبب يا كابتن أنا بعوزت الحمام وعطلت المركبة وهنتعمس هنا طول حياتنا يا خلاي خرب بيت مركز المرأبة ده أه صح فيه إيه وعلى حسب دراسة عملها عالم النفس الأمريكي نيك كامس في الاتنين دول مش بس اللي بيعملوا كده مهمات الفضاء في المهمات الطويلة بعد الأسبوع السادس بالتحديد بيبدأوا يكونوا أكثر عدائية ودل ما يكونوا عدوانيين على بعض بيطلعو على مركز المرأبة والتحكم على الأرض الموظفين تحت يستحملوا كده كده من رواحين بيوتهم لمراضاتهم وعيالهم اللي فوق دول مفيش غلابة في محطة الفضاء الدولية بيعيش الرواد في محاكاة لمدينة تحميهم ولكن المحطة أحيانا بتحتاج صيانة ساعات من جواها وساعات العزيزة بقى الموضوع بتطلب مخاطرة وهي عملية إن أنا صلح من برّة لما تصلح من برّة وانت في الفضاء ده معناه أن أنت لازم تعمل تتمشى في الفضاء رواد الفضاء بيلبسوا بدلتهم ويزبحوا في الفضاء عشان يقوموا بمهمات الصيانة من برّة وبيكونوا مربطين من وسطهم بحبل الأبان طيب هل هي أبو حميد يطلع الفضاء مربطين؟ ما لو بعده يرجعوا هذه إحنا في الفضاء مش تحت بيتكم إحنا في عالم تاني خالص الرجل ده لو بعد مش هعرف يقرم مفيش حاجة بتشدك لتاحت تأسير الجاذبية يكاد يكون منعدم ده غير إن مفيش مفيش حاجة أحكي فيها فأطلع قدام رواد الفضاء بيكونوا من غير وزن لدرجة إن زاقة بسيطة كده هو ممكن تبعد رواد الفضاء إلى آخر العالم بس طبعاً بسرعة مختلفة مفيش مقاومة هوا تخلي أي حاجة سرعتها تبطى عشان كده رواد الفضاء لازم يفضل مربوط طول الوقت لو تزاق زاقة بسيطة هيبعد مئات الأمطار فيش حاجة هتوقفه وكمان لازم أي حاجة تكون معاها متأمنة ومربوطة أهب أحمد ده أنا عارف ده ليه؟ عشان مفيش حاجة تتسرق لأ عزيزة في كل دير عندكم للأسف برضو لو أي حاجة فلتت مستحيل ترجع في مرة رئيدة الفضاء ستيفن شاين بيبر فلت منها شنطة أدوات وزنها 14 كيلو جرام ساعتها عزيزي كان قدامها تصرف من اثنين يتسيبها يتحول تجيبها ولكنها عزيزي أخدت القرار الصح وثابت شنطة تمشي في الفضاء تمانها أكتر من 100 ألف دولار 100 ألف يا شنطة استن يا شنطة طيب أحمد هل ممكن ممكن على سبيل المثال رائد الفضاء يطلع الفضاء من غير ما يكون مربوط بدون أي قيود أو حبل ليه نقولك أن في فبراير 1984 رائد الفضاء بروسما كاندلس عمل أول سبيس ووك من غير ما يكون مربوط في مركبة الفضاء يا نارى بياطي زي أبو أحمد من غير دوبلير هو الحقيقة قدر يعمل كده لأنه كان لابس بدلة مخصصة اسمها ال-MMU تكنولوجيا جامدة Man Manoeuvring Unit هنبعته زي بوحمية دمية في اسكندرية بتكنولوجيا ال-MMU المهم هذه البدلة المخصصة بتكون مجهزة في 24 أنبوبة نيتروجين مضغوط سنكي وشارع العلوم بيستخدمهم رائد الفضاء لتوجيه نفسه في الفضاء على الأرض لو فتحت طفاية حريق مش هتخليك تطير لكن في الفضاء أنت أخاف من أنك تقاوم مجرد دفعة من الغاز اللي خارج من أنابيب تقدر تزق رائد الفضاء مسافة كبيرة لأن تاني مفيش مخاومة هوا ولا أي حاجة تبطأ من حركته علشان مهمة زي دي تنجح يجب أن يتم استخدام أنابيب الغاز وأزرع التحكم علشان بروز يحرك نفسه بعيد وبعدين يثبت في مكانه ويرجع تاني للمركبة وبالفعل قدر بروز أنه يوجه نفسه بعيدة عن المركبة Challenger مسافة 98 متر علشان يكون أول إنسان يطفو في الفضاء بدون أي رابط ويعود بسلام مع وجودنا بشكل مستمر في الفضاء عن طريق محطة الفضاء الدولية ومع زيادة مدة المهمات بدأ يظهر آثارها على أكساد رواد الفضاء من غير وأزنهم اللي يضغط على ظهرهم ده بيبدأ ظهرهم يتفرد أكتر وبتوسع المسافات بين الفقرات تداريت يا عزيزي إن طول الناس بيزيد 3% لكن غالباً دي الحاجة الوحيدة اللي بتزيد فيه أكساد رواد الفضاء خلينا أقول لك إن أكسادنا كبشر عامل زر رأس مالية كده أي حاجة مش ضرورية ما مستخدمهاش ما لهاش لازمة مثلاً رواد الفضاء ما مستخدمهش عضلات رجليهم عشان يتحركهم فعضلات الرجلين ما بقيتش بتشيل وزنوها في يوم الجسم يقول لك طب تلبع جتعان ما مستخدمهاش يبقى ما لهاش لازمة شل يا ابني العضل ده وبتبدأ هنا عملية خسارة العضلات ومش بس العتلاء العضم كمان كسفته بتقل لدرجة إن رواد الفضاء اللي قضوا مهمات أكتر من ستة شهور بيتعرضوا نخصاره في العض توازي عشرين سنة على الأرض يعني لو راقد فضاء عام تلاتين سنة فلما يرجع عضمه هيكون زي ما يكون شخص عنده حمسين سنة حرفياً العضم كبرت راقد الفضاء ممكن يخسر من خمستاشر لعشرين في المائة من عضمه خبرك كويس إن الجسم بيعيد بناء العضلات والعضم مع الوقت فالعضلات أسابيعه وبترجع وإنما العضم للأسف ما بيرجعش زي الأول حتى بعد سنة كاملة من التعافي طيب والحل يا أبي أحمد أنا مش عايز أفقد عضمي هل أقول لك إن أفضل تمارين لرواد الفضاء هو التمرين بأوزان مشكلة عديزي إن الأوزان ملحش لازمة في الفضاء لأنه ما فيش جاذبية تشد الأوزان دي لتحت فأنت لما تطلعها على فوق تبزي المجهود فهنا بيضطروا يجروا على تريدمل وعشان طبعاً وهم بيجروا ما يتروش بيطربتوا في التريدمل فبيفضلوا مكانهم والحل الوحيد إن هم يتعرضوا الأوزان هو إن هم يقاوموا أصد وزنهم باستخدام حبال المقاومة اللي بتساعتهم يتمرن عارف البلاستيكات اللي بيعودوا يشدوها كده أهي دي مقاومة فديتطلع عضلات وتقاول عد كأنهم بيشدوا أوزان ولكنها بتكون أقل من وزنهم وبيتمرنوا ساعتين ونص في اليوم ما نعرفش لحد دلوقتي التمانين دي بتفرق قد إيه لأن ما حصلش تجربة إن هم يبعثوا رائد فضاء ويخلوهم يتمرنش معلش يا بوحمد الموضوع تفصلني إحنا بنعمل في نفسنا كده بحنا نعدينا عكاوكو بالأرض ومرتحينه زي الفل بنط هنا ونرجع ننزل عادي بنط هنا تحرق بحررتنا مفيش حاجة مسكان بحبل ولا 24 أمبوبة نيتروجين ممكن يا عزيزي أقولك إن غزو الفضاء قدم لنا إختراعات عظيمة ممكن أقولك إن مشروع أقوله ده مثلاً ساهم بشكل من الأشكال في إن إحنا نقدر نعمل في فحوصات الكاتسكان الرعيل المغناطيسي وبعض معدات العناء المركزة دي كانت آثار جانبية للرحلة فده ممكن تبقى فواجد بس ردنا على سؤالك لين تساحل في الفضاء؟ فعلى حسب كلام مدير النسا الأسبق مايكل جريفن إننا لو صحيحنا في يوم لأن نسا اختفت وكل إنجازات الفضاء راحت هنزعل ولكنه تحدى أي حد يقول سبب منطقي للزعل ده تيكنيكلي حياتنا على الأرض ماشي ميت فلو 14 مايغرقش الكام سنة اللي إحنا فيهم دول ولكن على حسب كلام جريفن الحزن اللي هيب عندنا لو ناسا اختفت وكل المنشآت البحسية في مجال الفضاء اختفت هيكون عشان هنفق تحسنا اللي استكشافي غارزتنا الغير منطقية اللي معفورة في جيناتنا إننا مستكشفين على حسب كلام الحائز على جهازة نوبل 2022 سيفانتي بابو البشر هي السديات الوحيدة اللي ما نمطلش استكشاف ومنبع استغراف سيفانتي إن البشر كانوا بيستكشفه حتى وهم في مكان بليان موارد مفيش ضرورة إنهم ما يسيبوه كأن المجهول بالنسبة للبشر هو إغراء لا يمكن مقاومته وده اللي خلى جنسنا البشري في خمسين ألف سنة بس يغطي كل بقعة على الأرض خلصنا الأرض هنلاقي الأحوان رايت سنة 1903 لما حاولوا يطيروا وقالوا إن إحنا هنجدل مصار أجدادنا اللي استكشفوا الأرض وهنستكشف السماء نوصل البشر للسماء ونلاقي بعد كده رائد علوم الفضاء كونستنتين تيسليوكوفسكي بيقول إن الكوكبنا ده مهدل طفل ولكن مفيش طفل يعيش في المهد بتاعه للأبد هتلاقي الطفل الصغير محفورة فيه روح الاستكشاف روح إنه يطلع برا السريل بتاعه روح إنه يجرب حكت الكبار مع إن ياسطى انت طفل إنبسط ياسطى بالطفولة طموح ما روش نهاية ومش هينتهي بوصولنا لمكان معين لأن زي ما مدير ناسا دان جولدن لخص الموضوع لأن هدف لكل استكشاف مش الوجهة في ذاتها وإننا الرحلة الكنز الحقيقي في الرحلة اللي فيها الإنسان بيرمي في دول المجهول عشان كده كل ما يوصل الإنسان لمكان أبعد هيدور على مجهول جديد يستكشفه لأن في استكشافه للرحلة بيعيد استكشاف نفسه في النهاية يا عزيزي اللي هيساعدك قوي تستكشف نفسك هيا الحلقات اللي فاتت الحلقات اللي جاية المصادر اللي موجودة تحت الفيديو والاشتراك على قناة اليوتيوب أعاكد لك الله يسهل لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة